فريش جينحل حزين ويلدار بيتعني يخفيق بالهموم حسرتي ويني يديق بابل رجاء وجاي ميت مني يصيح مين حسين ويصوت يرهبني أنا ملوحي صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهر سيدتي وسيدة نساء العالم السلام على سيد الشهداء وإمام السعداء قتيل العبرات وأسير الكربات المذبوح عطشانا بجنب الفرات بغير ذنب ولا ترات يا رحمة الله الواسعة ويا بابن جاة الأمة غريب يا مظلوم تربل لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقودك عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا ها هنا ها هنا توفى العقود ملأوا بالعدى جهنم حتى قنعت ما تقولها لي مزيد ومذلاه جلنا دالم وهم المسرعون نزلوا عن خيولهم للمنايا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارا هذا النزول صعوده فقضوا والصدور منهم تلضى اي والله بضرامن بضرامن وما أبيحال الورود سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ من الحفاظ برودهم تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى هيا كل قدس هو للحشر فيهم محسود حسين 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 عاريه ولا له غير وحش البر زوه مرمي ثلاثة ايام ما تجهز ولا انشاء رد له علي لبقى لبواهي ودمع همال وبس عاينه وبس عاينه بس عاينه فوق الوطيه فرا شهر مال والجسد ما ينشال حنو ظل محتى شلون ظل محتى كل ما رفع جانب توزع جانبه طاح من حيث جسمه موزعين ابطعين لارماح خلى الجساد وانهل جد دمعه وبالوجد صاح يا ياب بيش انشي الجسمك يا ابن الاطاق إلا حيارتني بيش اجمعه اوصى لك يا مبرو هاذي الكفوف مقطعه والصدر مكسود وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برو هذا الجسد والراس هذا الجسد والراس يتشهر بلمصه جابه وجابه لقطعه باريه وجمعه وصاله ولفه عسعين عسعين العمي ودنقه وشاله حط بوساط قبره تخسر تخسر وانحناله والله شمه ابن حرامه وبالظماير تسعر النا وحسين وحسين حوالي لك ضيب يبل بجلالي ونهاري اه 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 خيرك ما شفنا مكفرين في بواري ايه والله من العقوب ما تبقى ثلاثتين اه 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 اشتركوا في القناة السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا وطر الله الموتور في السماوات والأرض نحن لا نتوجه إلى الحسين عليه السلام بأقوال شخصية إلا أن تكون عندنا نجوى في قلوبنا نريد أن نبثها لسيد الشهداء صلوات الله عليه لكن لقصر معرفتنا وعظمي شأن الحسين عليه السلام تقصر الألسن عن مخاطبته حرام لا مو حرام أقدر أسلم على الإمام الحسين الروحي في ذا منا إلى أن ينقطع النفس أحد يقول لي لا ماكو شيء ماكو منع أن السلام عليه بما يخطر في ذهني لكن ذهني قاصر ولساني قاصر وهو عند الله مقين عظيم فشلون أنا أخاطب ما لا زين أو من لا أعرف معرفة تامة يعني وأنا قاعد أكلمك وأطري عليك وأمدح محاسنك أتكلم بما أعرف من أقول لك أنت إنسان كريم أنت إنسان مقدام أنت إنسان أمين وبيني وبينك علاقة صداقة أو أخوة أو نسب أو قرب أو شراكة هذا يكشف لي واقعك على الأقل الظاهر من هذا الواقع فأتكلم بشنوب بما أعرف لكن عندما أقف بين يدي سيد الشهداء روحي فدا ونحن كل ليلة بحمد الله وكل يوم نتشرف بهذا الوقوف لا تفكر أنك أنت عند الحسين روحي فدا يعني بس عند الظريح لا الحسين ملك الزمان والمكان حسين روحي فداه الله عز وجل مكن أشهد أن دمك سكن شنوب في الخلد وأحد معاني الخلد امتداده في عمق الزمان والمكان وامتلاكه للقلوب فأنا بكل مكان أخاطب الحسين روحي فدا أروح إلى أتعنى بالحسينية أروح أتعنى إلى حتى فوق سطح داري ورد عنهم صلوات الله عليهم لمن لا يستطيع أن يزور الحسين عليه السلام أو يريد أن يزوره في كل يوم شي سوي هذا قال له أصعد على سطح دارك يعني روح لمكان نقي ما لوثته الذنوب والمعاصي لا تروح تحت سقف قد تكون الملائكة ما تدخل إلى وهذا واقعنا واقعنا له لبيوتنا بعض الأحيان نهملها فنطرد منها الملائكة ونستجلب شنو الشياطين نستجير بالله هناك ما يجلب هؤلاء الشياطين وهناك ما يمنع الملائكة من الدخول منها ارتكاب الآثام والمعاصي منها وضع ذوات الأرواح تماثيلها داخل البيت وفي كراهة شديدة يوصلها بعض العلماء إلى الحرمة إلى أن تنزل للكراهة شنو والله التماثيل قال لك المجسمات من يقول لك صورة ذوات الأرواح يعني مجسم يعني أحط والله أنا أرتاح أحط نافورة بوسط بيتي أو تمثال لأسد لسبع تمثال جميل تمثال كل ذوات الأرواح إذا وضعتها سواء كانت هي بذاتها محنطة ماكو ناس عندهم هواية هالشكيل لو لا أو لا جبت لك نحات والآن أكو فنانين يخلق لك من الحجر الجرداء والصخر الصماء يخلق لك شنو تمثال رائع الجمال هذا وإن كنت أنا أرتاح إلى النظر إليه لكن الله يقول لك هذا لا تحط ببيتك لا تحط تماثيل ببيتك لا تحط يعني ما ينحة على ذوات الأرواح زين لو أنا حطيتك والله غير مكروه خلينا حط غير مكروه ماكو مانع أنا أضعها في بيتي شنو المانع طيب ماكو مانع شرعي يعني حرم ماكو إثم ماكو لكن أكو آثار آثار وضعية وآثار تكوينية لما نصنع ولما نقوم لهذه زين المكروهات التي نستهين بها فضلا عن المحرمات يعني من آثارها مثلا هذه الملائكة لا تدخل بيت فيه ذوات أرواح مجسمة الملائكة لا تدخل دارا فيها طنبور أو غناء أو معازف من معازف أهل الفسق الآن هذا صار من مقتضيات الحضارة إذا ما موجود زين جهاز عزف بالبيت آلة عزف سوى بيانه سوى إلا اللي يعرفوها أهلها إذا ما موجود هذا مسكين متخلف يصير ينظرون إليه شزرا مو هو تارك الأولاد وكيفهم آباء أمه وأبوه هو أهلم ربينا على حب أهل البيت عليهم السلام وعلى محبتهم على الالتزام بنهجهم لكن هو متطور يقول لك ذول يا ربوا عنها الشكل لكن احنا خلينا نربيهم وبكيفهم الآن اللي يربي أولادنا منه الإنترنت يربيهم تلفزيون يربيهم زين يربوهم الممثلين تشوفه هو يتشبه بهذا الممثل بكل شيء بهذا اللاعب بكل شيء حتى بحلقة زين اللي حيته يتشبه به هذا إذا زين كان والله هذا بعد زين شخصيته ما هو شاذ فإذا كان هذا عنده شذوذ جنسي أو شذوذ أخلاقي أو حركات غير لائقة هو ما عليه هو ياخذها بكج كامل كل شيء ياخذه كل ما عنده هذا الممثل أو هذا اللاعب يكون هو جنو القدوة والأسوة للأسف منه السبب السبب أنه إحنا عطيناه زين طريق مفتوح دون أن نكلف أنفسنا عناء تربية وعناء إفهام وعناء إقناع وعناء الإمساك بيده والذهب به إلى حرم الحسين أو حرم الرضا وحرم النبي أو هذه الحسينيات المقدسة حتى يأخذ ما أخذ يتحصن كما تحصنت ولهذا تلاقي هذه البيوت فيها من المعازف التي يعني الروايات تذكر أن أهل هذه الدار لا يأمنون الفاجعة إذا كانت فيها معازف الحرام نستجير بالله لأنها مأوى الشياطين نصير شلون أنت حاط لك والله سكر وجيك النمل هذا أنت حاط معازف هذا مهوى ومأوى الشياطين ومردة الجن فذول يجون ومأوى لصخط الله عز وجل هذا المكان الملائكة ما تدخل ما تدخل ولذا يقول لك إذا أردت أن تزور الحسين عليه السلام يمكن بيتك خالي من أكثر هذه الأشياء لكن لا يخلو من أشياء قد تكون معكرة مثلاً الاستهانة بالنجاسة الاستهانة بالنجاسات في البيت زين البعض قد يقول أنه أنا مجرد أن يعني أأمن أن هذا المكان ليس مكان صلاة فما يجب علي إزالته ليس كل شيء ما يجب ولا يحرم أنا خلاص يعني أكون يعني أتسهل به لبعض المكرهات إلها آثار على النفس إلها آثار زين على نفس الإنسان على أولاده وعلى علاقته بالله عز وجل مثل هاي الآن أنا أريد أزور الحسين عليه السلام ليش يقول لك زوره في الحسينية لأن الحسينية مكان مو مكان له مو مكان معازف وعادة يعني يتعمد القائمون عليها على الحفاظ على قدسيته ما يصير بها نجاسة على طول تزال على طول تطهار فأماكن طاهرة لكن البيت اللي استهان بالنجاسات العياذ بالله من موجبات الفقر من موجبات الكآبة من موجبات زين الهم والغم في البيت تتقول ما أدري شنو بي يعني ليش مهموم إذا هذا زين السرير أرفع من الرجال والطهر ظاهرة وباطنة ما اطهرة شي صير أكون نجاسة داخل هنا هذا موجب للهم ومجلب للفقر نستجير بالله الاستهانة واحد ما يدري ذاك شي ثاني الاستهانة بذلك ولذا زين يقول لك روح والملائكة لا تدخل هذه الأماكن ماذا أسوي إذا اشتقت للحسين ونحن كل وقت مشتاقين القلوب متلهفة للزيارة متلهفة للوصول وللحصول وللنظرة لكن ما تحصل للواحد نسأل الله البلاغ لنا ولكم عاجلا غير عاجل يقول لك روح إلى سطح دارك سطح مفتوح وين على السماء إذا رحت إلى سطح دارك هذا الذي تطهره مياه السماء ولا يظله غير السحام شا سوي قال لتوجه للحسين بس أقول بكيف قال لا قل صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثا وفي رواية قل السلام عليك يا أبا عبد الله الروايات الواردة في استحباب السلام من البيت ليش أنا أتوجه بكلام المعصوم عليه السلام لأن العظيم لا يعرفه إلا مثله وهذا هاي نقطة البحث المحورية كيف أسلم على الإمام قبل أن ندخل إلى أجواء هذه الزيارة العظيمة الزيارة التي يقشعر لها البدن قولنا نتكلم عنها إن شاء الله في هذه الليالي الخمس بشكل موجز لكن من أقول السلام عليك يا قتيل الله أجي أتوقف عندها أنا شنو قاعد أقول أنا لو أردت أقول شنو أقول السلام على الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله يمكن لكن السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله هذا كلام معصوم يريد يقول لك الحسين عليه السلام ليس شأنا خاصا بك أو بغيرك ولهذا طلب الثعر له الله عز وجل تكفل به صحيح المختار قتل قتلت الحسين عليه السلام المختار وفق لذلك لكن الكلام ليس في هؤلاء في الفكر الذي جاء به قتلت الحسين عليه السلام الفكر الذي خدعوا به الأمة وحرفوا مسار الإسلام حسين ما طلع جين حتى يستولي على كرسي ويأسس حكومة مؤقتة أو لا 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 ولهذا ليس الحسين ثائرا بالمعنى المصطلح الحديث مو ثائر يعني مصطلحنا إحنا لا مصطلح الثورة الآن قلب حكم وإيجاد حكم لا الحسين ما راد ثائر بمعنى زين بمعناه الأخص الذي ذكره أهل البيت عليه السلام وليس بالمعنى الأعم الذي نمتلكه نحن يعني لما يحمل هم السماء ولذا أجي أقول أنا من الذي يخاطبه قبل أن أخاطبه سواء كان الحسين روح يفده أو كان الإنسان واقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله أو بين يدي أمير المؤمنين أو أحد المعصومين شلون أنا أخاطبه يجي يعطيك وسائل وكلمات تكشف عن مقاماتهم هذه الزيارات مدرسة يا إخوان هذه الزيارات يريد الإمام المعصوم روحي فداه أن نربي عليها أنفسنا يريد من خلال التزام نبيها من خلال تردادها أن نعلم بها أنفسنا هذه مدرسة عظيمة أول فوائد تعلقنا بالمعصوم ومعرفتنا لشيء من أسرار المعصوم بحيث عندما نقف بين يديه نعرف شنسوي ما نوقف محتارين ولذا يكون نلتزم بهاي الزيارات كما وردت يعني أنا من أروح مثلا إلى الحسين الروحي فداه أو أروح للبقية عندي آدام مو بس أنا والله لأن يعني أكو باب باب القبلة وهذا باب الهادي وهذا يعني ولهذا أنا يعني الزخرة فهذا وهذا الباب العظيم وهي الهندسة المعمارية التي تخطف الأبصار هاي تجذبني ولذا أنا أقف وأقبل الباب وأنزل على الأعتاب الله يرزقنا إن شاء الله وإياه لكن من أروح إلى البقي لا وصل من الباب إلى القبور لبالك أنت لأنه ما موجود بوابة وما معلق إذن الدخول يعني خلاص يعني حق لي أنا أتصرف كما أريد يقول لك المعصوم لا قف عند بابه خاضعا خاشعا بأدب أدب الزائر أدب المتلهف قف عنده وقفة المتأدب عند إمامه اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلى الله عليه وآله وقد أمرت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا القبر المعظم في غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أن رسولك وخلفاءك أحياء عندك يرزقون يرون مقامي أنا مو واقف على باب مدرسة أنا مو واقف عند زين أمير أو ملك أو رئيس أنا واقف عند أسياد الدنيا والآخرة منا أكو آداب زين كما هنا في الدنيا بروتوكولات لكل من يمتلك منصب هذا بروتوكول إلهي يجب أن نلتزم به حتى تحصل الآثار المرجوة لأنا أريدها لازم ألتزم بما يريد الله عز وجل شلون أنت تدخل للصلاة شوف هذا الذي يدخل إلى الصلاة زين دخول الجاهل يوقف حط التربة الشكل يرميها يقول الله أكبر يقول لك الله لا أريدك تقف بين يدي أريدك زين تتأدب بين يدي الله شوف المعصوم وهو قاعد يتوضى وفرائصه ترتعد بين يدي الله وهو يتوضى انت واقف بين يدي الله على الأقل الذين اخضى اخشى أقيم زين حتى التكبير احنا عدنا تكبيرة وحدة سبع تكبيرات ليش تتهيأ للتكبيرة التي تدخلك إلى أجواء الصلاة أجواء العروج إلى الله عز وجل انت واقف بين يدي المعصوم ذول المعصومين خلفاء الله في الأرض وجه الله على هذه البسيطة هؤلاء هم يد الله الله حاطنهم حتى يمثلوه يمثلوه في أوامر ونواهيه وفي قدرته وجلاله وكماله وجماله فمن تقف بين أيديهم قف وقفة المتعدب بعض الأولاد وبعض الإخوان يطب يلا على طول يدخل إلى القبور حتى عند النبي عند الأئمة في البقية صلوات الله عليهم لا بل حتى عند الحسين لأكو آداب أنا أريد أن يعني أحصل على المبتغى والغاية يكون يعني أختار المفتاح الصح الذي يفتح لي أبوابهم صلوات الله عليهم وإني أستأذنك يا رب أولا ليش أنا خليفة الله وأستأذن رسولك ثانيا وأستأذن خليفتك المفروض علي طاعته ثالث والملائكة الموكلين ثالثا ليش لأنك أنت راح تدخل مو رايح بس أنت والله جاي بطلبات أو والله مشتاق وتروح لا أنت أمام أو بين يدي خليفة الله في الأرض صلوات الله علي ولذا الله أعطاك هذا الرزق العظيم والعميم مفروض أن نحمد الله عز وجل على ذلك لأن غيرنا ما يدري يعني شوف أنت حتى جابر بن عبد الله جابر جابر يجي وعنده آداب من رسول الله علم النبي عن مقتل حسين عليه السلام وعن مقام الحسين ولهذا أعطي العوف يقول أنا تعجب من عنده يقول جاء واغتسل في الفرات هين ندري بي ندري ولكن لا نعمل اغتسل في الفرات اهتزر بإزار كأنه رايح طوف ارتدى بآخر أخرج صرة فيها سعد نثرها على بدنه ثم صار يقارب الخطأ وكلما خطأ خطوة متقاربة لأن يعرف لكل خطوة ثمن وقارب الخطأ وفي المشي قصدي فخطوة بحجة وأزيدي يعرف هذا كلما خطأ خطوة ذكر الله مو رايح أنا قاعد أسول أو أضحك أو أتمشى ذول الذين انصهروا في الحسين عليه السلام يروحوا ما يأكلوا بكربلة حدا كسرت خبز يروب بس لحوم ما يأكل لا يدخم بطنه وكما ورد زر وانصرف حتى لا يقسوا قلبك على الحسين حتى من تذكر الحسين تبكي كأنك لأول مرة مو رايح تشوف ضريح لا رايح تشوف جنازة ممددة مثل ما شافوها بني أسد شنو شافوا تدري رأوا كتلة دم حمر أريدك تتصور بدون التصور تر ما توصل كتلة دم حمر لا يعرف ظهرها من صدره رضضته الخيول اتصلت بجسده السيوف والرماح والنصول مو بس ما ارفوا الأجساد الحسين ارفوه لكن شلون يرفعوا ما يدروا هذا جسد ابن رسول الله وإذا برجل ملثم على ظهر ناقة قد انحنى ظهره وقف عليهم وهم خائفون ما تصنعون قالوا جئنا نتفرج قال اخبروني عن من طوت عليه ضمائركم فانا حجة الله عليكم الظاهر ما اطلعوا الى ساقة ولنظرة عيونهم الاثار التي خلفتها الجامعة في صدره ورقبته ولا شافوا الدماء تنزف من عروق يديه فك لثام وقفوا عنده كلهم تحوطوا به وهذا موقف اريدك انت من تروح هناك تتخير روحك داخل كربلة تشوف الحسين لكن بدلالة السجاد شنو شفتوا ما الذي صادفتم وليش متحيرين قالوا مولاي شلون ندفن الأجساد وغدا يأتي بن هاشم يسألون عن الأكبر نقول ما نعرف يسألون عن العباس نقول ما نعرف فالأجساد كله غاب لا رؤوس حسين يا لو رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة مرحبا مرحبا بالقلوب الوالية رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة شفنا جسد مطروح وتركنا حياة شلون شلون أوصال كلها مقطعة وتسطى أنوار مقطوع حتى خمصرة من شف لي مين بالشام اسمر مع للثارة عريان مسلو قلب العدو من شوف تايا ينفت ويد مطعون بظلاء وقلب بسام مصيو يام رضيح ونضي هاذي جثة حسن ويم مولد مثل البدور نور يتلال كثر الطعن والضروب ما غير جمع آمين ايه والله ما تنحص جروح امكنطر على الشمال الله يساعد قلب هالفقدة هالاثنين وشفنا الشباب على الثرى اشفوفة خضيبة الريس جنة وزفتة الزبحة قريب الله الله يعين الفقدت وراحت غريب هي ما ظلت بين الذبيح والعرس يوم بس هذا اللي شفته لا فتت مراير نجس يم الشري ايه والله مصروح لكن ذبحت ايه والله فجيء ايه حتى من الزندين شفين قطيع يا صاحب علم جنة يا 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 وسلالتها شمي ايه ايه شوفة تتلوح الشجاعة وشدة البا يقضي حاجتك ابو فاضل يقضي حاجتك ان شاء الله وصلك للحسين من شوفة ييه 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 تلوح الشجاعة عوش ذات البعزنود بلا يجفوف والجثة بلا عارة ونضل عليه الفاة هارس المحروف قطعوا على جود العداية اشماله وليمي احسين بعدك لا هنعيش ولا لذات مشارب اللهم صل على محمد الهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من ذريته وبنيه صل على محمد وآل محمد وفرج به عنه فرجا عاجلا قريبا كلمحا بالبصر وأقرب من ذلك يا رب العالمين امنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اشفي به مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفيهم بشفائك وداوهم بدوائك وخلصهم من عظيم بلائك يا رب العالمين ارحم موتانا لمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمسببين الفاتحة مع الصلوات الفاتحة مع الصلوات بالفاتحة bear اشتركوا في القناة رجاء وجاء في المماين أشتركوا في القناة شخص الفاتحة educated منذاブ크�واätte اشتركوا في القناة